موسيقى من ويلات الحرب إلى طمأنينة السلام جويس دي دوناتو تدعونا لرحلة موسيقية تنتهي بالشعور بالاطمئنان مع ألحان القرن الثامن عشر من تأليف النابولي نيكولو يوميلي هذا الحفل في مركز هلسينكي للموسيقى هو صدى لألبومها الذي تدعو فيه للانسجام من خلال الموسيقى نستخدم ملحنين كبار من قرون ماضية لعرض كل الجانبين من الإنسانية في داخلنا جميعا الظلام والنور الإضطراب والصفاء الجانب الأول يسمى مشاهد الرعب مشاهد الويلات إنه هاجس الدمار والفكرة هي إغراق الجمهور في حالة من الفوضى مع الشعور بها نصبح نظر كالأسرى نصبح جزءا من الظلام لكننا نأمل رؤية النور من بعد يأتي النور بينما الظلام يواصل دعوته لنا من بعيد إننا دائماً بين هذين العالمين أريد أن أهز الجمهور لإرغامه على مواجهة أسباب شعوري بالانزعاج أو أسباب الحماس إذا أستخدم الأزياء والأصباح أطل وجهي لإنارة هذا العالم المليئ بالندوب والدم والجراح الندوب لا تزال موجودة خلال فترة السلم أيضاً لكنها تتحول إلى نور وماء وزهور أنا مثالية جداً وأعتقد حقاً بإمكانيتي تغيير العالم أعتقد حقاً أن الموسيقى تشفي أن الموسيقى أقوى من التقنيات الحديثة إنها تصل إلى قلوبنا تلامس قلوب الناس أريد أن أبين للناس أن لدينا خيار وبإمكاننا تغذيته أما الجانب المظلم الذي بدأنا به أو تعضية هذا الظوء ينمو أكثر وأكثر في حياتنا ترجمة نانسي قنقر